بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناخد مع بعض الموك متر ميكزام للفول 2015 للمادة M107 الموك ايكزام دايما بيكون مهم لانه بيدي لك فكرة عن شكل الامتحان بيقول لك شكل الامتحان هيكون عامل ازاي الجزء الاول بيقول لك multiple choice question او mcq عليه عشر درجات درجتين لكل سؤال السؤال الاول بيقول لك which of the following is not a value type in c-sharp احنا خدنا عندنا في c-sharp الانواع اتفقنا انها value type وreference type اللي هي انواع المتغيرات الانتجر يعتبر value type اللونج يعتبر value type الstring بنقول عليه reference type يبقى لما يقول لك ايه هو اللي not value type هتقول له مباشرة هو الstring السؤال التاني which of the following are not relational operators in c-sharp relational operators اكبر من او يساوي تعتبر relational operator علامة لا يساوي تعتبر relational operator علامة النط تعتبر logical operator بس تعالوا الاول لكمل باقي الايجابة رقم اربعة علامة اصغر من او يساوي تعتبر relational operator العلامة دي انا ما شفتهاش قبل كده اصلا في لغة c-sharp الاجابة هي رقم خمسة مش رقم ثلاثة لان احنا ممكن نعتبر ان logical operator و relational operator حاجة واحدة ليه؟ لان انت على سبيل المثال ممكن يكون عندك حاجة زي ايه اكبر من او يساوي بي وقابلهم ممكن تحط علامة النط فالنط ممكن تكون في logical expression لكن العلامة دي اصلا مش موجودة المهم ان الاجابة بتاعت السؤال ده هي رقم خمسة ولكن في حالة ان هو يجيب لك الاربعة دول بس يبقى هتقول له ان الاجابة نط يعني انا مش عارف هو في السؤال ده بالزاد جايب خمس خمس اجابات ليه؟ بعد كده عندك سؤال يعني اجابة ملهاش سؤال a و b و c و d ولكن السؤال اصلا مش موجود السؤال التالت بيقول لك ايه في الحاجات دي is a runtime environment in which c-sharp program are executed اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل وطبعا هو c-lr اللي هو اول واحد هتلاقيه موجود عندك في unit 2 السؤال الرابع بيقول لك which of the following statements is correct about the c-sharp code snippet given below يعني بيقول لك ان انت عندك كود اهو شوف الكود كويس وبعد كده عندك اربع جمل شوف ايه الجملة الصحيحة اول حاجة معرف لك متغير اسمه s1 من نوع short النوع short عمل زي النوع int ولكن بياخد مساحة اقل في الزكرة وميدي له قيمة 20 وعمل متغير s2 ودي له قيمة 400 وبعد كده عرف متغير اسمه ايه وضرب القيمتين s1 و s2 وحطهم في المتغير اللي اسمه ايه اكيد الكلام ده صح الاجابة بي بيقول لك a negative value will be assigned to a يعني هيتخزن في المتغير اللي اسمه ايه قيمة سالبة طبعا الكلام ده غلط رقم c بيقول لك an error is reported as widening conversion cannot take takes place يعني ايه يعني بيقول لك ان عملية الconversion مش هتنفع بين الشورت والنت خلي بالك من حاجة مهم طالما ان المتغير اللي احنا هنعمل عملية الضرب ونحطه فيه متغير من نوع int ده بياخد مساحة اكبر في الزكرة يعني لما نضرب هنا 20 في 400 ونخزنهم في متغير اكبر مفيش فيها حاجة احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لو حولنا على سبيل المثال من short الى int مفيش اي مشكلة في الكلام ده المشكلة ممكن تحصل في العملية العكسية ولكن الشورت بياخد مساحة صغيرة لما نيجي نحوله الانت مفيهاش حاجة يبقى لما يجي متغيرين S1 من نوع شورت هيتضرف في S2 من نوع شورت ونخزنهم في متغير من نوع int انا مش شايف انها فيها اي مشكلة الرقم دي بيقول لك none of the above طبعا الكلام ده غلط الاجابة هي رقم ايه السؤال الخامس بيقول لك which of the following statements are correct about the C sharp code snippet given below نفس السؤال اللي قابله تقريبا جايب لك code وبيقول لك ايه في الجمل دي صحيح هنا بيقول لك if age اكبر من 18 and no اصغر من 11 طبعا في حالة ان logical expression ده بالكامل يكون true هتتنفذ الجملة اللي بعده اللي هي a بيساوي 25 يعني هيتم اسناد القيمة 25 للمتغير اللي اسمه ايه طيب امتى الشرط ده يكون بالكامل true في حالة ان logical expression دول اللي اتنين يكونوا true يعني لازم ده يكون true ولازم ده كمان يكون true علشان ال condition بالكامل يكون true ولكن لو في واحد منهم false والتاني true في الحالة دي ال condition بالكامل هيكون false تعالا بقى نشوف الاربع اجابات ونشوف ايه الصح فيه اول حاجة بيقول لك the statement الجملة اللي هي a بيساوي 25 هتتنفذ في حالة ان both conditions في حالة ان الشرطين بيساوي true طبعا الكلام ده صح الجملة دي هتتنفذ في حالة ان الشرطين كل واحد منهم بيساوي true يبقى الاجابة الاولى هي الاجابة الصحيحة بعد كده بيقول لك the statement a بيساوي 25 الجملة اللي هي a بيساوي 25 والget executed هتتنفذ if any one condition is true لو اي واحد فيهم بيساوي true طبعا الكلام ده غلط لان لو في واحد true وواحد false ال condition بالكامل هيساوي false فالجملة دي مش هتتنفذ يبقى دي غلط رقم b بعد كده رقم c بيقول لك the condition no اصغر من 11 والb evaluated هيتم تقييمه الcondition اللي هو ده بيقول لك ان هو هيتم تقييمه only if age اكبر من 18 evaluated to false يعني هيتم تقييمه فقط لما يكون ده بيساوي false طبعا الكلام ده غلط ممكن نقول لما يكون ده بيساوي true يعني ايه يعني انت عندك هنا الcondition بالكامل عامل كده انا بشرح لك لانها ممكن تيجي في سؤال تاني او في امتحان تاني يعني الامتحان بتاعك ممكن يجي في سؤال تاني بشكل مختلف استيشارب بتعمل ايه اول حاجة بتقيم الشرط اللي على اليسار لو الشرط اللي على اليسار بيساوي true في الحالة دي بتقيم الشرط اللي على اليمين ولكن لو هي قيامة الشرط اللي على اليسار وطلع false هي مش محتاجة انها تقيم الشرط ده لان هي عرفت ان الجملة بالكامل بتساوي false فالسي شرب الاول بتقيم الجملة دي لو الجملة دي بتساوي true بيبدأ يقيم الجملة دي هنا بيقولك ان الشرط ده مش هيتم تقييمه الا في حالة ان هو يقيم الشرط الاولاني ويطلع false طبعا الكلام ده غلط هو ممكن يقول الا لو قيم الشرط الاولاني وطلع الشرط الاولاني true مش false يعني لو هو كتب بدل كلمة false لو كتب true يبقى الجملة دي صح هنا طبعا الجملة دي غلط الجملة دي غلط ليه تاني لان هو بيقولك الكونديشن اللي اسمه no اصغر من 11 اللي هو ده والbe evaluated هيتم تقييمه في حالة ان هو قيم ده الاول ويطلع false طبعا الكلام ده غلط لان هو ممكن يكون في حالة ان هو قيم ده الاول ويطلع true هيبدأ ان هو يقيم ده الاجابة رقم دي بيقولك the statement a بيساوي 25 هيتم تنفذها الجملة دي هيتم تنفذها if both conditions لو the two conditions are false طبعا الكلام ده غلط لازم يكون اللي اتنين بيساوي true عندك الجزء اللي بعد كده بيقولك short answer questions خمس درجات لكل واحد منهم والمسألة كلها عليها 25 درجة بيقولك the following c sharp code الكود اللي تحت ده عبارة عن عملية جمع رقمين وهو بيقولك ان هو فيه مجموعة من errors او الاخطاء هو عايزك تعرف الاخطاء دي وترجع تكتب البرنامج من اول وجديد تعال نشوف الاخطاء ركز معي الاخطاء دايما في المادة دي مش هيجي يقولك هنا حرف كابتل ولا سمول او الحرف ده كابتل ولا سمول ولكن هيكلمك على ايه هيجيب لك double quotation نقصة او ممكن يجيب لك متغيرات معرفش المتغير يعني جاب لك متغير من غير ما يعرفه من غير ما يعمله عملية declaration يعني على سبيل المثال تعال نشوف هنا كده هنا جايب لك جملة console to write enter number او enter the first number طبعا الجملة دي ما تعتبرش غلط لان الجملة دي عبارة عن جملة string مفيش فيها اي مشكلة بعد كده جاب لك متغير number one بس ما عرفوش يعني كان المفروض ان هو مثلا يقول int number one لان ده رقم هياخد قيمة رقمية من المستخدم الحاجة التانية ان هو جايب لك هنا console to read line من غير ما يجيب لك convert to int 32 انت لازم تيجي هنا تعمله convert dot int 32 وتحط فيها جملة console to read line هنا يبقى لازم تحط جواه هنا جملة console dot read line نفس الموضوع مع الجملة اللي بعدها اللي هي الجملة دي برضو جايب لك num2 من غير ما يحط لك نوع المتغير اللي هو int وبردو جايب لك console to read line من غير convert to int 32 ما ينفعش طبعا بعد كده جايب لك result برضو من غير ما يدي لها نوع متغير لازم تيجي هنا وتقوله int وممكن في حالة result ممكن بدل int تقوله float يعني ممكن تقوله float وممكن تقوله int انت ما فيهاش اي حاجة بعد كده جايب لك جملة الطباعة console to read add بيساوي وبعدين عامل لك هنا كل bracket ستطلق فيها الصفر طبعا الصفر دي بتشاور على result هنا جايب لك كومة يبقى هو كده ماشي صح بس فيه هنا double quotation ناقصة لا مش double quotation ناقصة فيه قوس ناقص فيه قوس هنا ناقص ولكن ما فيش double quotation انت عندك double quotation هنا و double quotation هنا ولكن في الاخر ما عندكش double quotation لان ده متغير result ده عبره عن متغير ما ينفعش يبقى فيه double quotation وفي الاخر جملة console to read line دي في الاخر ما فيش فيها اي حاجة يبقى دي الحاجات اللي ناقصة في البرنامج تعالا كده ناخد البرنامج داخل فيجوال ستوديو ونشوف ايه هيحصل نشوف ايه الاخطاء اللي هيطلعها طبعا هنا طلعلك مجموعة من الاخطاء اول حاجة ده متغير من نوع انت وزي ما قلتلك بتيجي هنا تعمل convert .int to int 32 هي to int 32 مش int 32 بس بنيجي في الاخر هنا ونقفل القوس نفس الموضوع بنعمله مع number 2 بناخد السطر ده ونحطه هنا بس بنخليه number 2 وهنا ال result دي بنقوله int result وفي الاخر زي ما قلتلك بتعمل قوس هنا مفيش اي مشكلة تاني هي دي المشاكل اللي موجودة في الكود بس ممكن لو انت طالب ذاكي شوية تعرف المتغيرات دي فوق يعني تيجي هنا تمسح الكلام ده تمسح الكلام ده تمسح الكلام ده وتعرفهم فوق الثلاثة في سطر واحد تيجي هنا تقوله int num1 و num2 و result بالشكل ده عندك بعد كده السؤال التاني بيقولك what does the following يعني الكود ده هيتبع ايه او هو عايز من الاخر ايه هو الاوتبوت بتاع الكود ده عشان نسهل على نفسنا الموضوع والان في عندك الفورلوب تعال ناخد الكود ده ونروح على فيجوال ستوديو طبعا فيجوال ستوديو مش هيكون موجود معك في الامتحان ولكن احنا هناخد الكود من غير ما نعمله run حاجة مهمة جدا لازم تعرفها في الفورلوب الفورلوب بتنفذ بس الجملة اللي بعدها يعني الفورلوب دي مش هتنفذ الجملتين الجملة دي والجملة دي ده هي هتنفذ جملة واحدة لو انت عايز ان الفورلوب تنفذ جملتين لازم تعمل to kill brackets تيجي هنا تعمل kill brackets وتيجي في الاخر تعمل kill brackets ولكن طالما ان مفيش to kill brackets يبقى هي هتنفذ الجملة اللي بعدها بس موضوع ج بلاس بلاس ده من نجعه بيه احنا هننفذ الجملة دي اللي تبعه للفورلوب طيب تعال نشوف بقى هننفذه ازاي الجملة دي بيقولك فيها ايه؟ بيقولك اطبعلي ج في اي طبعا اللوب دي بتلف قيمة البداية واحد وقيمة النهاية اربعة وبتزيد كل مرة واحد يعني هتبدأ بواحد اثنين 3 4 هتبدأ بواحد وهتنتهي باربعة وكل مرة بتزود واحد قيمة الجي بيسوي 5 احنا هنا هنعمل عملية ضرب للجي في الاي الجي بكام الجي بيسوي 5 والاي اول مرة بكام بواحد واحد في خمسة بيسوي 5 يبقى اول مرة هيطبع 5 لما تلف في اللوب قيمة الجي هتفضل زي ما هي 5 ولكن قيمة الاي هتتغير هتبقى 2 2 في 5 بيسوي 10 يبقى تاني مرة هيكون 10 تالت مرة قيمة الجي زي ما هي 5 ولكن قيمة الاي هتبقى 3 3 في 5 بيسوي 15 لما تلف في اللوب قيمة الجي هتفضل زي ما هي 5 ولكن قيمة الاي هتبقى 4 4 في 5 بيسوي 20 بالشكل ده انتهت اللوب 5 10 15 20 بس خلي بالك الكود لسه منتهاش احنا خلاص خلصنا الجملة بتاعت 4 بس بعد كده فيه جي بلاس بلاس جي بلاس بلاس هيزود على قيمة الجي واحد هيخليها بدل ما هي 5 هيخليها 6 بس هو ما جاش طبعها هنا مفيش هنا جملة طباعة علشان يطبع قيمة الجي يبقى البرنامج خلص بالشكل ده هيطبع لك 5 10 15 20 هتقول لي طب وبالنسبة للجي بلاس بلاس هو جايبها ليه هقولك جايبها علشان يلخبطك بس تعال كده نشغل البرنامج ونشوف هيددنا 5 10 15 20 ولا لا من دي باج ستارت وداو دي باجينج في هنا ارور تعال نشوف ايه هو الارور في كيرل براكتس فيها مشكلة تعالى هنشيل الكيرل براكتس دي لان انا كنت شلت التانية وما شلتش دي دي باج ستارت وداو دي باجينج 5 10 15 20 زي ما قلنا من شوي يبقى لما يجي يقول لك ايه هو الاوتبوت هتكتبهم له بالشكل ده السؤال رقم 3 بيقول لك given below is a program to print values from 10 to 19 يعني هو جايب لك برنامج علشان يطبع الاعداد من 10 ل 19 باستخدام ايه باستخدام ال while loop with the program generate the desired output يعني هل البرنامج هيطبع النتيجة المطلوبة if not لو لا ليه ايه هو السبب يعني هل البرنامج اللي جاي ده هيطبع النتيجة المطلوب ولا لا وايه هو السبب تعالى نشوف البرنامج قدامك هون البرنامج جايب لك متغير اسمه c ومديله القيمة 10 وبيقول لك while في حالة ان c اصغر من او يساوي 20 ابدأ اعمل اللوب دي ابدأ اطبع قيمة c طب وما لقى المشكلة تعالى ناخد البرنامج ونحطه في فيجوال استوديو علشان يكون اسهل عليك تعالى نعمل copy ونروع على فيجوال استوديو نمسح الكلام ده ونحط البرنامج بتاعنا انت عندك هنا جملة while جملة while فيها شرط معين هل الشرط ده او logical expression ده بيساوي true ولا false هل السي اصغر من 20 ايوا السي بيتساوي 10 يعني اصغر من 20 في الحالة دي هيتنفذ السطر ده هيدبع لك كام هيدبع لقيمة c تعالى كده نعمل trace ونشوف هيدبع قيمة c اللي هي كام اللي هي 10 يبقى اول مرة هيطبع 10 بعد كده اللوب هتلف هل السي اصغر من 20 ايوا اصغر من 20 لانها بتساوي 10 يبقى هيدبع لقيمة c اللي هي 10 هترجع اللوب تلف هل السي اصغر من 20 ايوا اصغر من 20 لانها بتساوي 10 هيدبع قيمة c اللي هي 10 ولكن بالشكل ده هيقدر يطبع 10 10 10 الى مالة نهاية انا محتاج حاجة توقف للوب اذا في جملة نقصة عندي اللي هي جملة c plus plus ليه جملة c plus plus لان السي اول مرة بعشرة هيطبع لعشرة بعد كده هنزل هنا وهطبع العشرة هزود على قيمة السي واحد هتبقى 11 هل السي اصغر من 20 ايوا 11 اصغر من 20 طيب اطبع لسي اللي هي 11 هتلف اللوب طبعا هتزيد الاول c plus plus يعني هتزيد واحد هتبقى 12 هتلف اللوب هل 12 اصغر من 20 ايوا اصغر من 20 هيطبع لقيمة سي اللي هي 12 هيستمر الكلام ده لحد ما قيمة سي ما توصل لعشرين فحالة ان قيمة سي بيساوي 20 هيطبعها برضو هيطبع قيمة سي ولكن لما تزيد وتبقى 21 هيروح هنا هل ال 21 اصغر من العشرين في الحالة دي الشرطة هيبقى false هتقف مباشرة ال while loop يبقى اللي كان ناقص في الكود بتاعي علشان يبقى كود كويس جملة واحدة اللي هي جملة c plus plus من غير الجملة دي هتبقى infinite loop تعال كده نجرب البرنامج ونشوف انا لحد دلوقتي مش هحطه جملة c plus plus وهشغل البرنامج شايف هنا 10 10 10 10 كتب لك 10 كتير ولسه كمان بيكتب يعني هو لسه بيكتب تحت هنا هو هي infinite loop هيفضل يكتب 10 الى مالة نهاية ولكن انا لازم اجي هنا داخل ال while loop وحطوله c plus plus c plus plus كل مرة هتزود قيمة c1 اول مرة 10 تاني مرة 11 تالت مرة 12 وهكذا لحد ما توصل لعشرين اول ما توصل لواحد وعشرين اللوب هتوقف تعال نشوف هيتبع لك ايه طبع لك هنا من اول عشرة من c كانت اول مرة بعشرة بعد كده 11 لحد ما وصلت لعشرين يبقى اللي كان ناقص هي بس c plus plus يبقى لما يجي يقول لك هنا بيقول لك with the program generate هل البرنامج في الاخر هيدي لك desired output او الاوتبوت الصحيح طبعا لا بيقول لك ليه طبعا لانه هو هيدي لك infinite loop هيدي لك loop لا نهاية له ولكن المفروض علشان تصلح الكود ده ان انت تحط c plus plus داخل الكود بتاعك او داخل جملة while السؤال الرابع بيقول لك what will be the output of the following code هو عايز الاوتبوت من الكود ده طب تعال ناخد الكود برضو ونحطه في برنامج visual studio انا بحطه هنا علشان هنا اسهل في الرؤية وفي نفس الوقت الخط حجمه كبير انت عندك هنا جملة four من واحد الى عشرة يعني قيمة البداية واحد قيمة النهاية عشرة وعندك هنا قيمة الخطوة قيمة واحدة بس يعني كل مرة بيزود واحد وعندك هنا بيقول لك لو الاي اصغر من 6 اطبع قيمة الاي else break الكود ده بيعمل اي تعال كده خطوة خطوة نشوفه وبيعمل اي طبعا هو هنا بيعدلك من واحد لعشر ولكن هو جاي هنا بيقول لك if لو الاي اصغر من 6 اطبع للكلام ده هل الاي في اول مرة اصغر من 6 ايوة الاي بتسوي واحد يبقى اول مرة الاي بتسوي واحد يبقى الشرط ده سليم او بيسوي true يبقى هيتبع ايه هيتبع قيمة الاي اللي هي واحد طيب هيروح عند else لأ مش هيروح عند else ما احنا طالما نفزنا الجملة بتاعة f مش هننفز الجملة بتاعة else هترجع اللوب تلف تاني قيمة الاي هتبقى بدل ما هي واحد هتبقى 2 في حالة 2 هل الاثنين اصغر من 6 ايوة اصغر من 6 اطبع لقيمة ايه اللي هي 2 هتلف اللوب هاتبقى ايه بتسوي 3 هل ايه اللي هي 3 اصغر من 6 اطبع لي قيمة A ثلاثة هتلف اللوب هل A ثلاثة 4 هاتبقى 4 هل الحرب على كتمتر من 6 اطبع لي قيمة A هتلف اللوب هتزيد قيمة A هل الخامسة أصغر من 6 اطبع لي قيمة A حاضر هتلف اللوب هل زيد قيمة A هل الست أصغر من الست لا لا يبقى الشرطة هيديلك false مش هينفذ الجملة دي قمال هينفذ ايه هينفذ الجملة بتاعت else جملة else بتقولك ايه بتقولك break break يعني اطلع من اللوب بشكل كامل يبقى كل اللي احنا طبعنا الحدد الوقتي من واحد لحد خمسة تعال نجرب البرنامج ونشوف debug start without debugging طبعلك الاعداد من واحد لخمسة بالشكل بها تعال نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال الخامس بيقولك what is the visual studio.net بيقولك ايه هو visual studio.net اللي هو البرنامج اللي احنا بنستخدمه علشان ننفذ عليه الاكواد البرمجي الاجابة الكاملة هتلاقيها موجودة عندك في المذكرة unit 2 السؤال الاخير او الجزء الاخير اللي هو problem solving بيقولك عليه 25 درجة تقريبا مديلك سؤالين مديلك سؤالين هنا السؤال الاول والسؤال الثاني اول حاجة بيقولك write c-sharp program to check whether a number input by user is an odd number or even number يعني بيقولك ابدأ اعمل تشك هل الرقم اللي بيدخله المستخدم هل هو عدد زوجي ولا عدد فردي تعال نشوف هنعمل البرنامج ده ازاي بتيجي اول حاجة محتاج تاخد قيمة من المستخدم هديه في الاول تقوله console dot write line لانك محتاج انك تكتب جملة للمستخدم الاول هتقوله ايه enter a number دي جملة بس انا بطبعها للمستخدم بعد كده عايز ااخد قيمة من المستخدم هقوله int number عملت متغير اسمه number من نوع int هقوله بيساوي convert dot to int 32 وبعدين هحط له هنا جملة console dot read line يبقى انا هنا بطلع جملة للمستخدم بقوله enter a number وعايز اخد قيمة من المستخدم هاخد القيمة وهخزنها في متغير اسمه number انا عايز ابدأ تشيك اشوف هل ال number ده هو عدد زوجي ولا لا طيب انا بعمل تشيك على العدد ازاي باشوف هو زوجي ولا لا ركز معي ايه هو العدد الزوجي العدد الزوجي هو العدد ليكن مثلا اي اللي لو انا عملته mode by 2 بيديني في الاخر صفر يعني على سبيل المثال لو قلت لك 12 mode 2 هيسوي كام؟ هتقول لي هيسوي صفر لو قلت لك 14 mode 2 هيسوي كام؟ هيسوي صفر يبقى العدد الزوجي هو اللي لو عملته مع العلاقة mode 2 او العلاقة اللي هي reminder remind by 2 هيديلك في الاخر صفر ولكن العدد الفردي لو عملت له remind by 2 مش هيديلك صفر يبقى العدد الزوجي هو اللي لو عملت له علاقة reminder مع العدد 2 هيديلك في الاخر صفر يبقى انت علشان تعمل تشيك بتيجي هنا تقول له لو النمبر mode by 2 بيسوي صفر في الحالة دي العدد الزوجي في الحالة دي ممكن تطبع له رسالة تقول له console dot right line وتيجي تقول له هنا the number is even وتيجي هنا تقول له else تطبع جملة تانية في حالة ان الشرط ده بيسوي false في الحالة دي هيروح عند else فهيقول له the number is odd بالشكل ده احنا عملنا البرنامج اهم حاجة عندك الشرط اللي موجود جوه دوت واللي بيطلع لك ان الرقم زوجي ولا لا الشرط ده وظفته ان هو بيطلع ان العدد زوجي يعني الشرط ده لو تنفذ او لو بيسوي true في الحالة دي العدد بيكون زوجي ممكن انت تعكس الموضوع شوي تعمل شرط بيطلع العدد الفردي هتعمله ازاي تعال نشوف هتقول له if number mode 2 بيسوي واحد الشرط ده وظفته ان هو بيجيب لك العدد الفردي مش العدد الزوجي هتيجي هنا وتقول له في الحالة دي العدد is odd فردي ما هواش زوجي وهتيجي هنا تقول له else هتطبع جملة تانية تقول له فيها ان العدد زوجي even الحل ده ينفع والحل اللي قابله برضه ينفع السؤال التاني بيقول لك write a program a c sharp program اكتب برنامج c sharp to input 5 integers عشان يدخل خمس اعداد وبعد كده display their sum اعرض المجموع بتاعهم والاوريج والمتوسط ومديلك هنا sample input ومديلك sample output هو هنا ما قالكش انك تدخل يعني تدخل الخمس اعداد دول بالفور او لا يعني هو ممكن يقول لك دخلهم لي باللوب باستخدام ال while loop او باستخدام ال for loop لكن لو ما طلبش انك تدخلهم بال for loop او بال while loop ممكن بكل بساطة انك تدخلهم عن طريق جملة console thread line بالطريقة العادية ولكن انا في المثال ده هستخدم جملة for loop على اعتبار انه هو ممكن يجيلك في الامتحان يقولك باستخدام for loop هو عايزك تدخل خمس اعداد او المستخدم يدخل خمس اعداد وتجيب مجموعهم وتجيب المتوسط الحسابي هتعمل ايه اول حاجة هتعمل for loop هتقول له انت i بيساوي صفر او بيساوي واحد i اصغر من او يساوي خمسة وبعد كده i plus plus وهتيجي هنا هتبدأ تاخد قيمة من المستخدم هتقول له على سبيل المثال int number هيساوي convert .int32 console .readline بالشكل ده انت بتاخد قيمة من المستخدم ولكن بما انها في loop يبقى هياخد القيمة من المستخدم خمس مرات انا هحوش من هنا تعريف المتغير او اللي هو ال declaration وهبدأ احطه هنا هاجي هنا اعمل declaration اقول له int number يفضل دايما ان اتتعرف المتغيرات فوق طيب جميل جدا هبدأ احط جملة هنا هقول له console . هقول له enter five numbers دخل خمس ارقام يبقى انا هطلع للمستخدم رسالة هقول له دخل خمس ارقام هتيجي الفورلوب هتاخد من المستخدم خمس ارقام هتحطهم في المتغير اللي اسمه number بس انا عندي مشكلة هنا ان كل مرة هاخد من المستخدم قيمة وهخزنها في المتغير اللي اسمه number بعد كده لما اللوب تلف هتاخد رقم تاني وهتخزنه في المتغير اللي اسمه number فالرقم القديم هيتمسح يبقى انا محتاج ان انا دايما نخزن القيمة اللي اسمها number عايز اخزنها على القيمة اللي قبلها فهاجي هنا تحت اقول له ايه اقول له sum بيساوي sum زائد number يبقى انا هعمل هنا متغير فوق اسميه برضو sum وهاجي هنا اقول له النمبر اللي انت خدته من هنا اجمعه على sum القديم طب sum القديم دي اصلا مفيش لها قيمة ممكن اجي هنا واقول له sum بيساوي 0 تعال نشوف الموضوع ده واحدة واحدة انت اول مرة لما الاي بتساوي واحد هتبدأ تاخد قيمة من المستخدم لتكون القيمة دي 35 هتخزنها في المتغير اللي اسمه number المتغير اللي اسمه number دلوقتي بقى فيه 35 هنبدأ نجمعه على قيمة sum قيمة sum كام ملهاش قيم لقى ليها قيمة مش انا قلتلك بتساوي صفر ال 35 هتتجمع على صفر هتديلك 35 يبقى sum دلوقتي بقى فيها كام بقى فيها 35 المرة اللي جاية المتغير دخل المستخدم دخل على سبيل المثال 2 اللي 2 دي اتخزنت في النمبر النمبر دلوقتي بقى فيه 2 هيتجمع على قيمة sum اللي هي القيمة القديمة اللي هي 35 هنجمع عليها 2 35 زائد 2 بيساوي 37 هتتخزن في قيمة sum يبقى sum دلوقتي بقى فيها كام بقى فيها 37 اللوب هتلف بعد كده المستخدم هيدخل على سبيل المثال العدد 3 العدد 3 هيتخزن في نمبر نمبر دلوقتي بقى بيساوي 3 هنجمعه على قيمة sum القديمة اللي هي 37 هنجمع عليها 3 هيدليك 40 يبقى 40 هتتخزن في sum بالشكل ده هتفضل اللوب تلف وبالشكل ده هيبدأ يحط قيمة sum في المتغير اللي اسمه sum وفي الآخر ممكن نيجي ونطبع قيمة sum خلي بالك ان السطر البرمجي ده مهم جدا جدا السؤال ده ممكن يجي في الامتحان يعني في جميع المواد بيجي السؤال بحزافيره في الامتحان هتنزل تحت بعد الفورلوب وتعمل جملة كونسول وتقوله the sum the sum is وتيجي هنا تقوله زائد sum عشان يطبع لك sum أو ممكن تيجي هنا تعمل كيرل براكت تحطي فيها صفر وبدل علامة الزائد ممكن تعمل كومة طيب انت محتاج كمان تحسب الأفريج أو المتوسط الحسابي هتاخد الجملة دي تيجي هنا تقوله the average is وبدل sum انت محتاج الأول انك تعمل الأفريج ممكن تيجي قبلها كده وتعمل متغير اسمه أفريج يفضل ان الأفريج أو الأفريج لازم يكون double أو float يبقى بتيجي تعمل هنا متغير double بتسميه أفريج تقوله بيساوي sum على خمسة ليه على خمسة مش هما خمس أعداد ما هنت الأفريج بيساوي المجموع على العدد المجموع على عددهم اللي هو خمسة يبقى انت بتعمل sum على خمسة بيجيب لك الأفريج بتيجي هنا تقوله the average is وتحط المتغير اللي اسمه أفريج طيب تعال كده نجرب البرنامج بتاعنا نعمل debug وstart without debugging بيقولك دخل خمس أعداد هدخل خمسة ستة ثلاثة اثنين خمسة جي هنا قالك the sum is المجموع بيساوي 21 والأفريج بيساوي 4 أحيانا الأفريج ده بيكون قيمة فيها كسور عشان كده أنا خليته من نوع double لازم الأفريج يكون من نوع double هو هنا مديلك sample input ومديلك sample output يعني بيقولك لازم الإنبوت بيكون بالشكل ده ولازم الأوتبوت يكون بالشكل ده بس هو غلط غلطة ما ينفعش إن إحنا ندخل الأعداد بالشكل ده لازم ندخلها بالشكل اللي أنا ورده لك من شوية الشكل ده ممكن أدخل بيه برضو الأعداد ولكن محتاج يعني advanced functions أنت لسه مخدهش لحد دلوقتي فلو هو طلب منك مسألة زي دي في الامتحان هتعملها بالشكل اللي أنا عملته دلوقتي بالشكل ده إحنا انتهينا من امتحان الموك إجزام أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته